في ليبيا وجد تنظيم داعش موط أقدم وبجنود من الفقراء والمغرر بهم من البلاد وأجانب عنها مدى التنظيم الذروعه سعيا لتمدد أبعد من سيرت ومحيطها ما دفع وزراء خارجية دول التحالف لمواجهة داعش المجتمعين في روما إلى وضع سوبر التصدي للتنظيم المتطرف في سوريا والعراق وليبيا أيضا أساسا لاجتماعهم في روما سيناريوهات عدة على طاولة الوزراء أبرزها تدخل العسكري ضد داعش في ليبيا رغم استمرار تعثور تشكل حكومة وهي الكيان الشرعي الوحيد الذي من المفترض أن ينسق التحالف معه الضربات وأفادت صحف فرنسية أن التحالف يبدو أنه سيتجاوز هذه النقطة مضيفة أن فرنسا تحضر لمخطط حملة عسكرية ضد داعش ليبيا تريد أن تشرك فيها دول الغرب غير أن وزير الخارجية الفرنسي لغان فابوس نفانية فرنسا التدخل في ليبيا في حين تسعى واشنطن لضمان أن لا يكون لأي تدخل عسكري تبعات خطيرة عليها وأفادت تقارير أن واشنطن تنسق مع دول جوار ليبيا قبل شن أي ضربات في ليبيا اقتربنا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وهو أمر مهم للمستقبل ذلك البلد هناك عملية تدريب لقوات الأمن وتوفير قدرات عسكرية كي يكون هناك ملاذا آمنا للحكومة لتبدأ مهامها هذا التزام أساسي لكل الدول وبانتقال ليبيا من أزمة سياسية إلى أزمة أمنية عالمية يبدو أن العبء يتضاعف على الحكومة التي من المنتظر أن تتشكل قريبا بحسب ما وعد رئيسها فيز السراج صارى بن عشوبا العربية